جميل طيب أنا لو تسمع لي بس حدمج أنا أسف أسئلة للمشاهدين في وسط الأسئلة لأن أنا شخصية بسألها لك ففي عندنا سؤال جاي من سميرة محمد تقول صباح الخير عليكم جميعا كنت عايز أسأل دكتورة دينا أنا بعاني من فكرة أني لما بقوم من النوم بحس أني ضايخة جدا والدنيا بتسود في وشي لمدة كم ثانية وساعات برضو بتحصلي كده أو بيحصلي كده في وسط اليوم لما أجي أقف فجأة بحس بأن أنا مدووشة ومش شايفة كويس قدامي هل نقص الفيتامينز ليه علاقة بهذا الأمر؟ أحيانا كتير بالنسبة كبيرة بيبقى نقص الفيتامينز ليها علاقة بالدوخة وعدم النشاط مدام ما عنديش مرض عضوي يستدعي لذلك يعني ما عنديش مشاكل لقد أذن مصطى مثلا أذن مصطى مشاكل في الكبد مشاكل في الكلى مشاكل في القلب الحاجات دي أحيانا بده بيحصل ومهمة أوي التركز في الفيتامينات والمعادن الفيتامينات والمعادن أو حتى قلب مالتي فيت رائع وأكيد كمان بتعمل السي بي سي بتاحها وتتأكد أن الحديد عندها واليمجلوبين تمام لأن ده برضو بيقدي إلى دوخة قلب مالتي فيت هيبقى مناسب لها جدا هتستخدم كابسولة واحدة في اليوم وبطمينها أن قلب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء موجود في السيداليات إما تشتريه من السيدالية إما تشتريه عن طريق الأونلاين شركة بايو ناتشل اللي موجودة على الشاشة عندنا مناديب في كل محافظات مصر جميل طيب فيه سؤال تاني جالنا من محمد إبراهيم بيقول هل فكرة أخذ المكملات الغذائية بشكل عام لازم أعمل له تحليل قبلها ولا ممكن أخذها من نفسي من غير معرف إيه الفيتامينز اللي نقصاني الفيتامينات القبلة للزوابان في الماء مدام تركيزاتها معقولة أكيد بأخذها عادي من نفسي الفيتامينات اللي قبلة للزوابان في الدهون ممكن وقتها أعمل تحليل للفيتامينات اللي قبلة للزوابان في الدهون لكن قلب مالتي فيت قبل للزوابان في الماء فمعنديش مشكلة لأن العالي منه بينزل عن طريق البول بالنسبة هل فيه حد أدنى للعمر عشان حد يقدر ياخد المالتي فيتامين ده أو المكمل للغذائي قلب مالتي فيت بنصح استردامه من سنة 14 سنة مهم مهم جدا لأن كمان بساعد على النمو كمان بساعد طبعا على النمو وفي كالسيوم وفي مهم للتركيز ويمكن الطلبة دلوقتي لو عندهم امتحانات وكده مهم جدا لهم قلب مالتي فيت عشان طول الوقت تلاقي الطلبة مذاكرة مذاكرة فبتلاقي غزبا عنه فيه تشتت المواد كتيرة جدا بدأ التركيز يقل بنصح أي طالب أو طالبة يبتدوا أو من ساعة ما شفونا يبتدوا يستخدموا قلب مالتي فيت هيفرق معاهم 360 درجة جميل طيب هل أصحاب الأمراض المزمنة يعني اللي عنده سكر اللي عنده قلب هل ليه وضع خاص فيه تناول المالتي فيتامينز بشكل عام بالعكس مريض السكر الدكتور على طول اللي بيدعمه بفيتامين بي كومبليكس لأن مريض السكر أحيانا بيبقى عنده التهاب في الأعصاب فبيدعمه جدا أنه ياخد فيتامين بي كومبليكس ومريض الكوليسترول مهم ليه فيتامين هي أو فيتامين إي لأنه بيمنع على زي ما أنا قلت هو أنتي أكسيدن فبيمنع على عدم أكسادة الدهون الضرة وتعملي كوليسترول فهو لا يتعارض مع أي أدوية ضغط أو قلب أو سكر ما بيتعارضش مع أي دواء الدواء رقب واحد لأن الدواء هو العلاج الوحيد والمالتي فيتامينز أو الفيتامينات اللي مناقضها فيها دعامة للصحة وده بيكمل ده لكن أكيد هو ليس علاج زي ما أنا قلت قلب مالتي فيتامينز ما بيعليكش أي مرض لكن زي ما بنقول سيانة للجسم زي ما إحنا مثلا بعد عشر تلاف كيلو مثلا بنوح لازم نعمل سيانة العربية فإحنا طول الوقت بنعمل سيانة للجسم بالمكملات الغذائية وأكيد بنصح بقلب مالتي فيت بس أنتي أكيد تكعبلت في حد واحد على الأقل اللي كان الأمر مختارت عنده وبيتعامل مع المكملات الغذائية من منطلق أن هي علاج آه دي مشكلة كبيرة محتاجين نغير كتير من المفاهيم أكيد اللي أكيد من ضمنها نحن نوصف لبعض أدوية وإحنا مش دكاتر على المتخصصين يعني عشان جالي نفس الدور يسكت بقى وبيتعامل لديك الخلاصة وجاء له اسم مثلا المرهم أو اللي أيا كان طيب ما هو قلبي اللي يمشي معي مش بالضرورة يمشي مع غير بالضبط لا هو أي دواء لازم عن طريق رشدة الدكتور لأن الدكتور هو المتخصص وهو اللي عالف العلاج إيه وينفع ياخد إيه وماينفعش ياخد إيه ماينفعش مثلا يبقى عندي حباية مثلا طيب خدي مرهم كذا طيب المرهم ده ممكن يبقى فيه كورتزون وأنا مش عارفة يعني لازم أي دواء حتى للسكن يعني حتى مش بس الحاجات اللي بتتبلع تبقى برشدة على طول أنا على طول بقى أنا بحب كده زيادة اطمئناني يعني أن الأدوية هي العلاج وهي مع رشدة الدكتور طبعا إحنا شايفين قلب مالتي فيت إحنا شايفين الصورة دلوقتي دي كل الفيتامينات اللي موجودة في قلب مالتي فيت في كابسولة واحدة أنا عندي ست مزايا بخدها من قلب مالتي فيت يعني جرعات الكابسولة الوحدة كابسولة الوحدة زينك نحاس فيتامين بي كل أنواعه عندي فيتامين سي عندي فيتامين اي وعندي الكالسيوم وحمض الفوليك الفوليك أسد المهم جدا على فكرة يعني حتى مسلاً سيدة حامل بعثت بقة لأي هي دكتورة دي، أنا حامل ينفع لأخذ ALP MullyV فأنا بقول السيدة الحامل لابت يتبع مع دكتور، لأنها ALP MullyV هيعْまとうها جداً بس احتمال تأخذ نسبة كالسيوم أعلى، محتاجها كالسيوم أعلى فأنا بقولها لا تد газ spouse disponent Researchers له إذا احتاجك لأمに largo urecaRadio.